السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال كيف تكون طبقات التربة فوق نقطة صفر الدفين أو حول نقطة صفر الدفين ما شكلها ما مكوناتها كيف نعرفها من المعلوم أن الأرض التي تم حفرها سابقا ثم أعيد ردمها وتعبئتها بالأتربة والحجارة من جديد فإنها ستختلف حتما عن طبيعة الأرض المجاورة لها والتي لم يمسها الحفر فالأرض التي لم تحفر سابقا تكون متناسقة بطبقات تراب وصخر طبيعي وبترتيب طبيعي متشابه ويوجد على مسافات كبيرة نسبيا وحتى نوعية التربة والصخور تكون متماسكة وصلبة نوعا ما ومتماثلة مع نوعية التربة والصخور لمسافة أمتار أفقية كثيرة على الأقل إن لم يكن مئات الأمتار في المناطق الزراعية والسهلية وقد تكون متناسقة لآلاف الأمتار الأفقية في المناطق الصحراوية التي لم تطأها رجل أو قدم الإنسان ولذلك سنجد في الأرض المشغولة سابقا أو المحفورة سابقا مواد واضح أنها مضافة على التربة الطبيعية ودخيلة على التربة الطبيعية في الأرض المحيطة مثلا سنجد فيها بعض مخلفات الصناعة البشرية مثل الفخار والفحم والزجاج والحجارة المسقولة وقد نجد بعض العظام أو الأعشاب والأخشاب المتعفن المدفونة قد نجد جذور أشجار مقطعة أي تم نقلها من مكان آخر وألقيت في هذه الحفرة ثم ردم فوقها قد نجد أيضا أنواع من الحجارة المشمسة وهي حجارة كانت معرضة للشمس سابقا وألقيت في الردم لعقود طويلة أو قرون طويلة ومن خواص هذه الحجارة أن الأتربة الملتصقة بها يمكن إزالتها بالنفض باليد بدون غسل بالماء لأن الأتربة لم تلتصق بهذه الحجارة منذ نشأتها بل أضيفت إليها لاحقا ولذلك يسهل فصلها بالنفض باليد بينما الحجارة غير المشمسة أي الأصلية في التربة لن تستطيع إزالة الأتربة الملتصقة بها إلا بنقعها بالماء فترة معينة تخيل أنك تحفر في منطقة بكر لم تحفر سابقا ولم يقترب منها فأس إنسان فستجد تربة صلبة وسخورا صماء ولا منفذ صناعي فيها ستجد فيها طبقات صخرية طبيعية لا تخفى على عين الخبير وقد ينتبه لها أيضا غير الخبير الأرض غير المشغولة سابقا تلاحظ من الوهلة الأولى وبعد عدة ضربات بالفأس بينما لو كنت تحفر في نقطة مشغولة سابقا ومردومة فإنك ستواجه بالتربة الهشة والسهلة والصفور متفاوتة الأحجام والتي يتضح لك أنها مضافة كجزء من الردم والتي تستطيع اقتلاعها أيضا بسهولة فهي ليست متصلة بالأرض وليست ثابتة وواضح أنها ملصقة في مكانها وبعضها مسقول وفيه آثار نقش الإنسان ملاحظة هذه الدلائل مهمة جدا في تقرير هل أنت في مكان أثري أم لا هل تحفر في نقطة صحيحة أو قريبة من الموقع الصحيح أم لا قد تكون تحفر في مكان مردوم ومنطقة أثرية واضحة وواضح أيضا أنها أثرية من أطلالها وجدرانها المطمورة ولكن ليس بالضرورة أن يكون حفرك في نقطة فيها كنز فموضوع الكنز يختلف كثيرا حيث ستلاحظ أن نقطة دفن الكنز وتخبيئته هي نقطة قد لا تخطر لك على بال فهي محصنة وبعيدة عن التوقع ولكن لها إشاراتها ورموزها الدالة عليها ولكن ليس من السهل الوصول إليها إلا أن هذا الكلام ليس مطلقا ودائما فهناك حالات كانت فيها جرة مليئة بالمجوهرات مدفونة تحت جدار أو صف من الحجارة الأثرية التي ارتفعها عن الأرض لا يتجاوز النصف متر وتكون حجارة معدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة كما أن دفائنا أخرى وجدت داخل حجر صناعي طوله نصف متر وعرضه نصف متر وارتفاعه بحدود ثلاثين سنتيمتر وكان هذا الحجر يشكل أحد حجارة بناء في غرفة داخلية في منطقة أثرية فليس في علم الآثار قوانين ثابتة ولكن ملاحظات تختلف من موقع إلى آخر أكتفي بهذا القدر من المعلومات في هذا المجال راجيا أن تكون قد تحققت جزء من المنفع لدى الإخوة المتابعين تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال